الوقت ينسيب بحضرتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع ليندا تفضاليا ليندا شكرا هدير التسعب توقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الأسواق المقرر إقامتها في عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث طراز حيث وجه بمراعات التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الحماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ حيث وجه بمراعات تطبيق مخطط يحقق حماية المنطقة والاستفادة من مياه السيول وتخزينها كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور حيث وجه الرئيس السيسي باستكمال كافة مراحل تطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول الطريق اكدت مصر ان مؤتمر توكيو الدولي لتنمية الافريقية كعدة ثمانية ينعقد في ظل الظروف الاستثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة وخلال كلمة القاها نيابة عن الرئيس السيسي اشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الى انه لا يخفى على احد ان وقع تلك التحديات اشد وطأة واكثر فتكا على الدول النامية وعلى رأسها الدول الافريقية مؤكدا موجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأ على القارة الافريقية واوضح مدبولي ان قضية تغير المناخ تعد من القضايا الحيوية المهمة التي تتطلب تكاتفا دوليا مؤشرا الى سعي مصر من خلال رئاستها لمؤتمر كاب 27 لاعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسئولية المشتركة وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الاثار المناخية وزيادة التمويل الدولي المتاح للدول الافريقية دعت مصر جميع الاطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف وضبط النفس حقنا للدماء واكدت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي الشقيق أمنه واستقراره ومقدرته ويعلي المصلحة العليا للبلاد وأعربت وزارة الخارجية عن حرص مصر على تواصل الأشقاء الليبيين إلى حل الليبي الليبي توفقية على نحو يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم للانطلاق نحو المستقبل ويحقق الاستقرار المنشود في ليبيا أعلنت وزارة الصحة الليبية ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس إلى 23 حالة وفاة و140 إصابة وأضافت الوزارة في بيان أن 83 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وكانت وزارة الصحة الليبية قد دعت إلى حماية كافة المرافق الطبية ومراكز الطوارئ والإسعاف من خطر الاشتباكات المسلحة خوفا من أن تتوسع دائرة استهداف جميع المستشفيات العاملة في العاصمة طرابلوس التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مدينة القبة مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة وصرح المتحدث باسم مجلس النواب أن اللقاء بحث تقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة وخاصة على مستوى المسار الدستوري وسبل الوصول إلى تحقيق توافق الليبي ليبي ينهي المرحلة الراهنة ويحقق الاستقرار وعدت الحكومة الفرنسية بمواصلة ضبط أسعار الطاقة وقالت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن أنه يمكن للفرنسيين أن يطمئنوا مشددة على أن حكومتها ستخفف الزيادات وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار بشكل حاد في أسواق الجملة ومنذ الخريف فرضت الحكومة تجميداً لأسعار الغاز وصقفاً لزيادة أسعار الكهرباء يتمثل في 4% وأكدت بورن أنه بمجرد انتهاء مهلة صقف التعريفات الجمروقية في نهاية العام الجاري ستحتفظ فرنسا بأدوات لتخفيف أسعار الطاقة لافت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لدعم الفئات الأكثر أعلن الجيش الصيني أنه يراقب سفن البحرية الأمريكية التي تبحر عبر مضيق تايوان وسيظل في حالة تأهب قصوى استعداداً للرد على أي استزازات وذكرت البحرية الأمريكية أن ترى ضي صواريخ موجهة عبر مضيق تايوان بما اعتبرته متماشياً مع أحكام القانون الدولي نهاية موجهة التسانة والاستكمال باقي فقرات صبع الخيرية مصر بعد الفاصل